زعيم ميليشي العصائب قيس الخزعلي هو الآخر نفى الحديث المتداولة بصفوف المزارعين والمواطنين عن مسؤولية الحجد الشعبي عن تلك الحرائق وحمل الجزء الأكبر منها لما سماه بالخلافات العشائرية فضلا عن التماس الكهربائي حيث اشترك مع عادل عبد المهدي بهتين الجزئيتين قسم من الحرائق كان فعلا حوادث تماس كهربائي وهذه تصير بكل مكان طبعا لكن هذه الحوادث تماس كهربائي لم تكن هي الحوادث الأكبر من هذه الحرائق ولكن كان قسم من هذه الحرائق هو أخطاء وتماس كهربائي وأشياء منها القبيل وهذه تصير القسم الآخر من هذه الحوادث كان فعلا مثل ما قالت مزارة الزراعة أنها قضية زراعية أنه بعد ما يتم المحصود تحرق هذه الأرض لغرض السماد وغيرها وهذا أيضا كان موجود ولكنه كذلك هو ليس النسبة الأكبر كان هناك نسبة من هذه الحرائق متعمدة متعمدة ولكن لا إيران حرقتها ولا الحاجة الشعب يحرقها وللأسف أنه حتى أهالي المنطقة هم لا يتكلمون في هذه المورد بشكل واضح وصريح ويذكرون أسباب الحقيقية وتبقى القضية قابلة للتأويل وقابلة للأخذ والعطاء والآخرين الجزء الأكبر من الحرائق التي حصلت في تلك المحافظات سبب أحداث ما بعد داعش سبب أحداث داعش بمعنى جزء من هذه الحرائق سببها أن هناك أشخاص عوائل عشائر متضررة من داعش وتم عودة بعض العوائل التي أبنائها ينتمون إلى داعش وعادوا لزراعة أراضيهم فقام هؤلاء المتضررين بعمليات انتقام من هؤلاء العوائل بعنوان أن أبنائهم من الذين شاركوا في ظلمهم أثناء فترة داعش سيناريو متكامل من زعيم ميليشيا سيناريو متكامل